فكرة أن أنا طول الوقت تحت ضغط إزاي بيفرق في نفسيتي أنا؟ وإزاي ممكن أتخلص من الضغط؟ لأن في ناس ما بتعرفش هو طبعا أنا بس عايزة عايزة أشكركم على اختيار الموضوع بتاع النهاردة علشان هو موضوع فعلا عميق يعني يعني أنا نفسيا عايزة أقول لك أن بدأت أستخدم الأسلوب ده في حياتي الشخصية بعد ما تعمقت في علم النفس فبدأت أتخلص من أي ضغوط بسبب الأسلوب ده يعني ما استخدمتوش مثلا ما تولدتش بيه ما استخدمتوش وأنا مثلا لسه في المدرسة أو لسه ما تعمقتش في علم النفس فقد إيه علم النفس بيقولنا أن الأسلوب ده هو فعلا هيخلينا نعرف نستمتع بالحياة نخف من على نفسنا الضغوط فنحس بالسعادة فنعمر الأرض اللي ربنا أساسا خلقنا علشان تعمير الأرض طيب لو أنت استخدمت الأسلوب ده بتحمي نفسك من الأمراض الجسدية والنفسية ما بتبقاش مصدر ضغط على اللي حواليك بيبقى عندك عطاء بيبقى حواليك طاقة جذب مش طاقة نفور ليه؟ لأنك بتكون سعيد سعيد بأقل الحاجة يعني الحاجة اللي مش عندك أنت بتحاول وبتسعى لها ولكن مش هتموت علشان ما اشتغلتش في المكان الفلاني مش هتموت علشان مش عندك الفلوس الفلانية مش مكتئب علشان مش عندك كذا لأ انت سعيد بأقل النعم وهدي حضرتك مثال على نفسي أنا لسه بقول لحضرتك أنا بس شغلي أنا عايشة هنا وشغلي في بني السويف ثلاث ساعات رايح ثلاث ساعات جاي قبل ما تعمق في الاسلوب ده كنت باخد المشوار على إنه عذاب وهلاك ويو رايحين الشغل ثلاث ساعات ساقة على الطريق رايح ثلاث ساعات ساقة على الطريق جاي الاسلوب ده بيقول لك لا ما تعملش كده خد الطريق كأنه رحلة اعمل لنفسك حاجة متعة في الطريق أقف رست اشرب حاجة اتأمل في الكون وانت ماشي لو شغلك الصبح بدري اتأمل في السماء اتأمل في الجبال اتأمل في الأشجار اتأمل في أي حاجة استمتع يعني تزوق طعم أبسط الحاجات اللي عندك من النعم لو انت مش عندك فلوس طب ما أنا عندي مثلا صحة لو مش عندك صحة طب ده اصلا أنا عندي أولاد لو مش عندك طبعا أنا عندي صحاب فكرة الرضا اه وانت نازل الصبح بتركب عربيتك قول اللهم دمها نعمة وحفظها من الزوال وانت رايح تشوف صحبك قول اللهم دمها نعمة وحفظها من الزوال علشان في ناس ما عندها الصحاب وهكذا على كل حاجة عكس الناس دي تماما الحقيقة كنت بتتكلمي فيه السربعة ان انت ايه قايم رايح الحاجة كأنها لود فبتصحى على الشغل على طول ما بتاخدش فترة ايه ان انت جسمك يعمل ستريتش تاخد قهوة تكتعد شوية تشوف الشمس ما بتعملش ده بتصحى على الشغل على طول فبيبقى ارهاق الشغل فبتروح الشغلك عشان انت مش رايح بالنفسية دي من جوة فبتروح مضغوط فبتدايق اللي حواليك ومش بتنجز في شغلك يعني ممكن لو انت استخدمت الاسلوب الاستمتاع والراحة ده هتشتغل عدد ساعات قليل وهتنجز فيهم كتير